اشتركوا في القناة 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 فعل المساعد أعطيني اللون الزهري الفعل المساعد عندي اللي هو الهف بدي أنقله الآن حنقله وأنزله بس هنا هاز لإني قلت لأراع الإفراد والجمع والمني هون هو غير معدود ويعامل إيش يا أستاذ مفرد عشان هيك نقلت من هاف إلى هاز الآن لأنها فيرب ثري عندي حاخذ من جدول الفيرب ثري وهو بين هاي بين وبدي الفيرب ثري من الفعل سيفد وهو نفسه سيفد هلأ هذا الجدول تكملت الجملة طبعاً وجود هذا الجدول معاك في داخل الإمتحان أستاذ أول شيء بيخليك تستذكر القواعد كاملة للباسف فويس اثنين بمنعك عن الخربطة ما بين الباسف فويس وأي قاعدة ثانية مثلاً زي الربورتت سبيتش كثير طلاب يخربطوا بين القاعدتين هذول فلذلك وجود الجدول أمامك في الباسف فويس هو اللي بيمنعك أنك تخربط ما بينه وبين أي قاعدة أنا بعرف أن الطلاب بيقولك كلياتهم أربع قواعد أنا بقدر أحفظهم أنه إذا في عندي فيرب 1 جوابي is am are فيرب ثري إذا عندي فيرب 2 جوابي was where فيرب ثري إذا عندي has have وفيرب ثري جواب بيكون has have been وفيرب ثري وكذلك الأمر ولكن مع كثرة القواعد لقدام قواعد فصل أول قواعد فصل ثاني بيصير عند الطالب اختلاط فالجدول هذا هو اللي بيذكرك في جميع أجزاء القاعدة هذا رقم واحد واثنين هذا الجدول هو اللي بيمنعك أنك تخربط ما بينها وبين قاعدة أخرى ثلاثة وآخر شيء بدي أحكي لك يا أنه هون إحنا قاعدين نراجع الباسف فويس إذا طالب أنت ما كنت حاضر معي الباسف فويس من قبل تقدر ترجع على الفيديوهات السابقة وتحضر قاعدة الباسف فويس كاملة بجميع التفاصيل نيجي الآن يا حب الأبدي على جملة رقم 2 صفوان يجلي discharge my laptop تحليل الجملة هاي عندي هون my laptop اللي هو الobject راح صفوان وهو عبارة عن subject هاي راح ظل عندي داخل الجملة usually discharge discharge عبارة عن verb 1 يوجلي عبارة عن ظرف تكرار at verb of frequency طيب الآن أستاذ أنا شو بدي أعمل ولا أي شيء إذا تبقى داخل الجملة ظرف إذا تبقى داخل الجملة ظرف شو بتعمل في هاي الحالي يا أستاذ أول شيء بتطبق قاعدتك عادي بدون أي شيء نقوم بنقل الفعل المساعد مع مراعات الإفراد والجماع ما عندي فعل مساعد بل جاء مباشرة للجدول مدام عندي verb 1 بأخذ الverb 1 is أو am أو are my laptop هو عبارة عن مفرد إذن is الآن الverb 3 من discharge وهو discharged هاي ed الآن خلصت الجملة نعم خلصت ظل عندي لازم أحل مشكلة الظرف كيف بدي أحل مشكلة الظرف بيقول لك ملاحظة في حال وجود ظرف نقوم بوضعه بين المساعد والرئيسي إذا كان في عندك ظرف ظل في داخل الجملة بعد ما تخلص حل عشان ما تخربط بتحطه بين الفعل المساعد وبين الفعل الرئيسي إذن بدي يكون موقعه بين المساعد وبين الرئيسي إذن هون موقع usual وهيك بتكون انتهت جملة الباسف فويس اللي مطروحة في داخل كتاب كمراجع عنا وانتهينا كمان من حل سؤالين وزاريات إذا حابت أخذ لك هيك سكرين شوت بس دقيقة 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 الفين وخمسة أحبكم أعطيني سكرين شوت يا حبي الأبدي هون حبيب القلب هيك منكون خلصنا من هذا الفيديو وحلينا إحنا قاعدة المبني للمجهول وراجعناها الحلقة الجاي والفيديو القادم إن شاء الله يا حبيب القلب حيكون عندي قاعدة the causative have something done the causative have something done وهي قاعدة الجملة السببية done وبعد هيك منكون وصلنا للفرع رقم تلاتة يعني الفيديو الجاي إن شاء الله حنحل الفرع الثالث من أفرع الكتاب في سؤال مكون من ثمن أفرع وحتكون قاعدتنا الجاي إن شاء الله قاعدة الجملة السببية يعطيكم ألف ألف عافية شكرا لكل طالب بشير الفيديو بقول لزميله بصفه عن فيديوهات أبو السوس كدلك وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب نشوفكم دائما ودائما ودائما في أعلى وأعلى وأعلى المرات موفقين حبيب القلب يعطيكم ألف عافية